الأستاذ عبد السلام يعقوب هو أحد التدريسيين بالمعهد التقني في الكوت حبي يطور ويبتكر أشياء جديدة ممكن تساهم بالحفاظ على البيئة والاقتصاد ما دفعه هو وبعض الأساتذة لتصنيع غاز للطبخ من فضلات الحيوانات وبمواد بسيطة ومتوفرة بعد التوكل على الله وبتوجيه من السيد العميد لمحهد التقني كوت وبالتعاون مع كافة ذوي الاختصاص تم إنتاج غاز الميثان من المخلفات الحيوانية وكذلك من مخلفات البقر والطيور نقصد بها الحيوانية الطيور واستعملناهن وبعد عدة محاولات تم إنتاج غاز الميثان وبشكل انسيابي جدا حيث تم استخدام خزان ويعتبر كحاضن للمواد اللي استعملناها وبعد تخمير مدة 45 يوم تم إنتاج غاز الميثان ولكي السيطرة عليه تنتج معه أولا بواسطة أنبوب لجمع الغاز فيه ثم تم جمعه بقنينة غاز السيارات وبواسطته يمكن إنتاج أكبر كمية ممكنة بهذه الطريقة كانت الفكرة إنتاج غاز الطبخ متولدة أكيد من الأستاذ عبد السلام يعقوب وهو أحد تدريسين في المحهد وهو في وحدة المعامل والورش وكانت بتوجيه ومتابعة من الأستاذ الدكتور مهدي فرحان بنية عميد المحهد تقني كوت وهذه الفكرة حقيقة كانت متميزة أكيد لأنها استفادة تكون منها لعملية الطبخ وخاصة استفادة منها في البيوت وهذه الفكرة إرادة لها دعم والدعم إن شاء الله يكون ليس على نطاق المعهد أو العمادة ولكن على مستوى المحافظة حتى نكون قد وصلنا إلى مرحلة بإنتاج ذلك الغاز والاستفادة من البيوت وفي المعامل وكل شيء يحتاج بالحياة اليومية هذه التجربة رغم بساطتها ممكن تتطور أكثر حسب ما تحدثون الأساتذة وممكن نقل هذه التجربة للمنازل واستثمار النفايات وفضلات الحيوانات خاصة في المناطق الريفية هذه المخلفات ممكن تستثمر من خلال إعداد جهاز خاص لذلك وينتج غاز الطبخ ونحن بالمعهد نجحنا في هذا الموضوع وحاليا نحاول أن ننتج هذا الجهاز للمناطق الريفية المناطق البعيدة عن مراكز المدينة هذا يساهم بالحد من التلوث باعتبار المخلفات الحيوانية والنباتية هي الأساس لهذا الموضوع وأيضا ندعم الاقتصاد الوطني من خلال يوفر غاز الطبخ للمراتق البعيدة عن مراكز المدن لصباح دجلة محمد الإمارة واسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر